اللي بيشهد على هذا الكلام هي مؤسسات الأمم المتحدة مش احنا كمصر اللي بنقول ده أصبح اللي بيقول أمريكا أصبح اللي بيقول الجمعيات الأممية أصبح اللي بيقول المؤسسات الدولية أصبح اللي بيقول البرلمان الأوروبي احنا مش محتاجين ان احنا نقول هم كلهم عارفين ايه اللي بيحصل هم كلهم متابعين ايه اللي بيحصل وعايز اقولكو ان حتى الان المجازر مستمر الضرب مستمر الى درجة ان اتقال وبتقول مؤسسات الامم المتحدة ان حجم التكدس الذي تشهده رفح الفلسطينية وصل الى مليون ومتين الف او اكتر بني ادم المنطقة دي يا جماعة اساسا تستوعب حوالي خمسين ستين الف مية متين الف تخيلوا انهم وصلوا لمليون ومتين الف ومش بس كده ده هما بيتحدثوا ايضا ان احنا في عز البرد ده الناس مش عارفة تتدفة ومش لقية تاكل يعني لهو لا ياكل ولا المساعدات كافية بيخش له مرة تلاتين شاحنة مرة خمسين شاحنة ولكن كمان اللي فوق وغطى الكلام ده كله ان الدنيا برد ومش لقيين يعملوا ايه كارثة انسانية على ارض الواقع السؤال اللي بيطرح نفسه قبل ما اطلع فاصل احكمل مع حضراتكم وحلقتنا النهاردة هنتكلم في بعض التفاصيل الاخرى في المنطقة المنطقة تشتعل هل فعلا اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ستسعى الى محاولات جذب جهات اخرى الى صراعات حتى ينسى العالم او تشغل العالم بمزيد من القلق والتوتر فينسى هذه الجرائم هو ده السؤال اللي احنا كلنا لازم نقف قدامه ونعرف ليه ضبط النفس الشديد اللي بتمرسه مصر الشديد اللي بتمرسه مصر والقيادة السياسية المصرية واللي ايضا قررت تمرسه ايران لان هي لم تحرك حزب الله حتى الان رغم محاورات جر الشكل المستمر من اسرائيل علشان ايران تتحرك الحوثيين بدأ الرد عليهم وهم انبسطوا امريكا وبريطانيا بالرد على الحوثيين ولكن لا اعتقد ان المسألة دي ستتوسع